تخفى في هذه السيارة وانتظرها وبعد مرورها من أمامه ترجل من سيارته بسرعة حاملاً بندقية بومب أكشن ليهجم عليها ويقتلها كذئب مستشرس انقضى على فريسته جريمة وحشية قام بها فادي عسكر أما الضحية فهي طليقته ندى بهلوان قتلها وعد إلى سيارته مسرعاً ولاذا بالفرار فيما نقلت الضحية إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في حال حرجة جداً وما لبثت بعدها أن فارقت الحياة القوى الأمنية حضرت على الفور إلى مكان الجريمة في منطقة رأس النبع الشارع عمر بن الخطاب وأباشرت تحقيقاتها وفي حين أشرت العائلة إلى أن سبب الجريمة هو خلافات مدية بين الجاني والضحية لفت مصدر أمني لتلفزيون مستقبل إلى وجود الشكاوى بين الطرفين في فصيلة البسطة وأضف المصدر أن الجاني وفور اقترابه من الضحية قام بدفعها على الأرض ومن بعدها أفرغ رصاصات بندقيته فيها ليقوم بعدها وبكل وحشية بضربها على رأسها بكعب البندقية كما أشار المصدر إلى أن الجاني حاول إطلاق النار على نفسه إلا أن أحد العناصر الأمنية الموجودة في المكان أطلقت النار عليه فهرب مسرعاً باتجاه سيارته العنصر الأمني أطلق النار مجدداً في محاولة لإيقافه فأصاب السيارة بالطلق الناري غير أن الجاني تمكن من الفرار جريمة مروعة وضعت عائلة الضحية بحال من الحزن والغضب رافضة التعليق على ما حصل